بين مصائد القروض الاستهلاكية ومغريات أساليب ترويج السلع تظهر النظريات الخاصة بإدارة السلوك الاستهلاكي من حين لآخر لإقناع الفرد بالإدخار ونشر ثقافة التخطيط المالي هذه النظريات تواجه في الواقع العملي إحصاءات رسمية تظهر مواجهة الأسر السعودية لمتوسط عدز في الميزانية يبلغ 1750 ريال شهريا مع قلة الحسابات الإدخارية التي تشكل نسبة 2% فقط مقابل 98% للحسابات الجارية وتواجه هذه الإحصاءات ضيق قنوات الإدخار المتاحة يضاف إليها واقع رفع الدعم الحكومي والإصلاحات الاقتصادية ومخاطر التضخم وهو ما يبقى الفرد في دائرة الإنفاق الاستهلاكي في وقت يتوقع أن يرتفع إجمالي إنفاق الأسر السعودية بشكل متذبذب خلال الفترة من 2017 إلى 2020 إلى 811 مليار ريال بحسب تقرير الراجح كابيتل هذا الواقع أوجد توجها استراتيجيا حكومي من خلال رؤية 2030 لاستهداف رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10% يدعمها برنامج حساب المواطن واعتماد استراتيجية لبنك التنمية الاجتماعية مدتها خمس سنوات تهدف لتعزيز مستقبل الإدخار في المملكة لتوفير حوافز الإدخار وتطوير منتجات إدخارية مناسبة النجاح الحكومي يتطلب جهودا استراتيجية مماثلة من القطاع الخاص لطرح منتجات إدخارية متنوعة وآمنة وذات عوائد مجزية يتجاوز بها المنتجات التقليدية لصناديق المصرفية وتذبذبات الأسهم واستثمارات العقار وما بين الإحصاءات الخاصة بالإنفاق والتوجهات الإدخارية تظهر الحاجة إلى إيجاد سلوك متوازن لكافة الجهات الحكومية والخاصة في التعامل مع تحديات الإدخار ومقابلة نجاحات تأثير البرامج الاستهلاكية بالرقابة ورفع مستوى التوعية منها وحماية المدخرين